كويس إن انت جيت أنا قلت إن انت ممكن ما تردش أصلي يوجه ما تعرفش حاسن الحقيقة لسه ما عرفكش كويس أنا ما باعش إلا ليستندي المعين ومارين بتشتكن منك ليه؟ كده وجملناش جعدة مع بعض استنى حاسن أنا مبسوط من اللي انت عملته ومبسوط منك جدا كمان أقعد كده واسمعني كويس سبق وقلت لك قبل كده إن إحنا محدش فينا ليه قرار ولا في إيده القرار إحنا مجرد تروس فقالة ومنظومة كبيرة قوي هي اللي بدرنا إحنا مش بس تروس لأ إحنا عبيد كلمة دي سمعتها كتير جوي لفترة اللي فاتت ومالو اسمعها تاني وتالت علشان ما تنساش لا معلش أنا محبش اسمع اللي اللي علمزاش معلش اسمع مني علشان هنعرف الناس اللي برا وحافظهم كويس قوي فاكر الأفلام بتاعت زمان أفلام الأسياد والعبيد اللي كانوا بيشيروا عبيد صغيرين وربوهم العبد الضعيف كان بيت باع ويموت والقوي اللي بيكمل إحنا تقريباً عايشين نفس العيشة دي بالزبط بس بشكل جديد شكل حديث شوية يعني أنا وأبو الأرحم ومحرم وريم كلنا عبيد نقول حاضر ونعم وحياتنا تمن لأي غلطة تحصل فاهمني؟ الكلام ده للراديو بجي عبدو أحرر في ناس تعشك تقول حاضر ونعم حتى لو حتحط منخرها في الطرق لألمك أنا قصد كل كلمة قلتها بالحرف وبمعناها عبيد يعني عبيد يا حسن يعني عبيد ولينا أسياد وكل رؤوس الأموال اللي هي بتصب عندنا وبنشتغل فيها اللي احنا مش عارفين هي جاملين وراحة فين كلها بتصب في مصدر واحد بس واللي هو؟ بارولي تعرف؟ طبعا بس أنا ما طلبتكش النهاردة عشان أقولك مين اللي بيلعب بينا كلنا أنا طلبتك النهاردة عشان أقولك إن أنا فكرت كويس قوي وما لقيتش حد أسخ في غيرك إنت حسن هتقولي إن في بنا اتفاق أقولك أنا عارف بس عزب أنا وإنت وبس حسن مفيش حد ثالث مين اللي فوق؟ مين اللي مسخ دو الحكاية؟ اعتبروا الشيطان نفسه نرجع لموضانا لبناء لحد هنا وصوتك ما يطلعش دي مرتي يعني أنا اللي سيدها طبعا محدش أغر الكلام اللي أنت بتقوله ده لكن كفار حد كده حسن النهاردة ترجعها بيتك تحب تجيبها هنا ما عنديش أي مانع أنت رجلها وأنت اللي هتتحكم فيها وإذا كان على اللي عملته هقتم رأسها على صدرها لحد ما تجي تقولك أنا أسف يا سيدي وسيد الناس كده كويس؟ خير عاوز إيها المسخ؟ لا أفدا يا حبيبتي وحشتيني بس وبعدين ولا قبلين إيه اللي وبعدين؟ نصوفة بيقولك وحشتيني مفيش كلمة اضطر يا قلبه هات اللي عندك الباش عايزة وهو ما كان لازم يعني الكلمتين دول ما تقولك ديها على طول ولا كنت مكسوف تقوله إيه؟ مكسوف؟ وأنت تعرفي عن نصوفة اللي هو بيتكسف ولا إيه؟ بقولك يا معامة اللي يتكسف من الزبون ما يجيبش منه فلوس معروفة وهو فين الباشا دي؟ خلاص مش يا حبيبتي وعاوزني في إيه؟ لكن دي يعني عايز وعد يتكلم معاك كلمتين يدمع دمعتين بقولك إيه؟ من الآخر الباشا هيمن فيك ودي بقى فرصتك قصر وباشا وعز وفلوس إيه دي؟ انت تقول وهي تلاجي منتفجيني إياك يا حبيبتي مش محتاجين نتفق لو خلي بالك عايز أقولك على حاجة لو عجبتي الباشا ممكن يجيب لنا كباري بتاعنا نكسب منه لغمة من الحلال يا بيت روحي بقى يا حبيبتي وصحصحي معاه واللي يقولك عليه عملية ومستنيكي في البيت ما تتأخريش ماشي هاطل عجيب الشنطة يلا بقى يلا بقى فقيها إيه ده خد المفتاح ياسوفة عشان توصلها لبيت هل الدنيا تحلو بقى أيوة كده عب الصحصحة قال لي أقول لي ياسوفة إيه يا حبيب إيه حكايت بقى الكباري اللي انت هتجيبه لنا ده لا مش أنا اللي هتجيبه لكم بس الكباريها يبقى بتاعنا لا قوة يكوني عايزة تطلعيني برا الليلة يا بخيلة أيوة يا حبيبي هتطلع برا وانت لسه ما شفتش الوش التاني آه آل الله